موسيقى موجز السادسة مساء أهلا بكم أفاد مراسل الإخبارية في دير الزور أن وحدة من الجيش العربي السوري دمرت نفقا بطول 150 مترا وقضت على 15 إرهابيا بحي المطار القديم إلى ذلك حققت وحدات الجيش العامل في ريف حماه الشمالي تقدما في تل المنطار شمال طيبة الإمام إثر اشتباكات مع إرهابي جبهة المصر فيما واصلت عملياتها في المنطقة أحمط الجيش اللبناني محاولة تسلل للإرهابيين إلى عرسال شمال شرق البلاد واعتقل عشرة منهم مديرية التوجيه قالت أن قوة من الجيش نفذت عملية دهم سريعة وخاطفة في بلدة عرسال شمال شرق لبنان أسفرت عن توقف عشرة إرهابيين خطيرين كانوا تسلل إليها مشيرة إلى عدم وجود خسائر بين عناصر الجيش اللبناني سيطرت القوات العراقية على حي الصحة الثانية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بعد معارك وصفت بالعنيفة مع إرهابي تنظيم داعش قائد عمليات قادمون يانينوى قال في بيان إن قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي الصحة الثانية في ساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه وكبدت إرهابي تنظيم خسائر بالأفراد والعتاد في الأرض المحتلة أصيب فلسطينيون برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة كرمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق صباح اليوم إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة في خبرنا الأخير سشد مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرون جراء غارتين في طيران النظام السعودي استهدف منزلا في مديرية سرواح بمحافظة مأرب اليمنية مدير عام مديرية سرواح أكد أن طيران العدوان السعودي استهدف منزل أحد المواطنين في منطقة الضيق بسرواح ما أدى إلى إصابة طفل وامرأتين بجروح فيما أسفرت غارة أخرى عن استشهاد مواطن واحتراقي السيارة ختام المجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر آخر الليل ألبوا علينا ونحن معنا مرحلة وقت بنو الشعب يريد أنت السلام الشعب يريد أنت السلام حكايتان للصمود واحد كيف انتفضت المدينتان في وجه المسلحين وتكاملت الجهود الأهلية مع رجال الجيش لحماية مدنهم قصص من الصبر يرويها أهل البلد من قدسيا والهامة الإخبارية السورية توثق اللحظات الأخيرة قبيل خروج المسلحين اتفاق مصالحة قدسيا والهامة وخروج المسلحين منهما تفاصيل تعرض مجريات أحداثها ضمن حلقة جديدة من سلسلة أهل البلد ترجمة نانسي قنقر عن جرائم تنظيم داعش في الرقة سنتحدث اليوم أبشعي صور الاستغلال لم يسلم الأطفال من جرائم هذا التنظيم الإرهابي وحدها المعاناة تبقى حاضرة كما الموت خارج العاصمة يأتيكم في الأوقات التالية الأطراف التي قامت بهذا الهجوم لا تهتم بأي شكل من الأشكال في أي تحقيق محايد من أي سلطة دولية مستقلة لتحديد تماما ما حدث في خان شيخون أقول مرة ثانية أنتم تخافون من هذا التحقيق أنكم تخافون من أي تحقيق مستقل ومحايد وما يحدث إن كانت استنتاجات التحقيق تتناقض هو موقف قم المعادي للحكومة السورية السفير رايكروفت توقف عن الدفع بهذه الحجج غير المشروعة أو المنطقية ضد بلاده أنها أكذيب أحذرك مرة ثانية لا تحاول أن تورطنا في نزاع مع العالم العربي هذا الأسلوب لن يفلحها ولن تحققه نتيجة وربما أنه سبب إحباظكم إن جميع الدول العربية تتذكر أقوله تتذكر نفاق المملكة المتحدة الاستعماري ترجمة نانسي قنقر نرحب بكم مشاهدي الإخبارية السورية في حلقة جديدة من برنامج الموشور تنقلت وسائل الإعلام العديد من الأخبار حول نية وزارة التربية تغيير المناهج المدرسية لعدة مراحل دراسية بأخرى متطورة ولعل السؤال الذي يتوجب طرحه خلال هذه الفترة يتمثل في إمكانية تباعة وتجهيز الكامل مطلوب من الكتب المدرسية للطلاب في كافة المحافظات السورية خاصة وأنه لم يبقى هناك وقت كاف لهذا الأمر فيترى ما تفاصيل هذا الموضوع وماذا عن استعداد المؤسسة العامة لطباعة الكتب المدرسية من جهة أخرى ماذا عن واقع الكتاب المدرسي في ظل مجانية التعليم وأيضا توزيع الكتب مجانا لمراحل معينة وبأسعار رمزية لمراحل أخرى في الوقت الذي ما زالت فيه الأصوات تعلو عن غلاء الكتب المدرسية فهل سنشهد أيضا زيادة لأسعار الكتب المدرسية التي تندرج تحت إطار دعم وزارة التربية للتعليم ماذا عن الصعوبات التي تواجه كوادر المؤسسة في طباعة وتوزيع وإيصال الكتب المدرسية لمختلف المحافظات في ظل استهداف إرهابي ممنهج لكثير من المناطق أعزائي المشاهدين للإجابة عن هذه التساؤلات يسرني ويسعدني أن ألتقي بضيفي في الستوديو مدير عام المؤسسة العامة لتباعة الكتب المدرسية الأستاذ زهير سليمان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بكم مساء الخير إن شاء الله عام دراسي يكون جيد على جميع الأصعادين العام الدراسي القادم على اعتبار أنه نحن هلأ في نهاية هذا العام الدراسي كما كانت الأعوام السابقة تسير بشكل جيد والكتاب المدرسي كان بين أيدي أبنائنا الطلب قبل بداية العام الدراسي سيكون هذا العام كمسيلاته من الأعوام السابقة وأفضل أستاذ زهير يريد تعطينا فكرة عن واقع الكتاب المدرسي اليوم وعن آلية خطة الطباعة بشكل عام بداية يعني الرحمة لأكرم من في الدنيا وأنبل من البشر من عسكريين ومدنيين وشهداء الميدان التربوي وأخص شهداء المؤسس العام للطباعة الذين تجاوزوا الستين شهيدا وشهيدي استشهدوا وهم يقومون بعملهم في إيصال وطباعة الكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة إضافة أقول كل عام وشعبنا بخير بمناسبة عيد الجلاء ويستذكرنا عيد الجلاء بما يجري ويزيدنا إصرارا على العمل والمضي لمتابعة وطرد فلول العصابات التكفيرية التي طالت البشر والحجر يعني على اعتبار أن الإنرهاب الممنهج أيضا طال المدارس طال البورنة التحتية للقطاع التعليم خلينا اليوم نحكي عن وقع الكتاب المدرسي آلية خطة العمل لتطوير هذا الكتاب المدرسي أيضا طبعا بالنسبة للكتاب المدرسي آلية وضع الخطة الطباعية تكون بالتنسيق ما بين فروع المؤسسة العامة للطباعة في المحافظات لأنه يوجد للمؤسسة فروع ومستودعات في كافة محافظات القطر العربي السوري وبالتنسيق مع مديريات التربية يتم إعداد الخطة الطباعية وفق الأعداد التي وزعت سابقا ووفق نسب النمو وبالتالي تكون الخطة متكاملة في الشكل تكون إجمالية بإعداد مثلا سبعين مليون كتاب مدرسة أما تفصيلاتها لكل مدرسة خطة واضحة وموضوعة وأعداد محددة يتم توزيعها قبل بداية العام الدراسي بأكثر من شهر خلينا نحكي بشيء من التفصيل عن آلية خطة الطباعة يعني قد يحدث خلال ما عند تنفيذ وتطبيق هذه الخطة في طباعة الكتب المدرسية في حال حدث هذا الخلال ما هي الآلية التي تتبعون لتدارك هذا الخلال أيضا طبعا ما دمنا بشر ممكن أن يكون هناك خلال لكن بالنسبة للمؤسسة العامة للطباعة مؤسسة بدأت منذ الاستقلال بتوزيع الكتاب المدرسي وطباعته على أبنائنا الطلبي فإذن لديها عراقة في العمل وعراقة كبيرة جدا لأن عمل يكون بالتنسيق والتكامل مع مديريات التربية فالمؤسسة كانت يعني بتمنى أن هذه المؤسسة العريقة التي عملت منذ الاستقلال إلى تاريخه أعطي لمحة بسيطة عنها كانت المؤسسة هي إحدى إدارات المركزية في وزارة التربية والتي كانت سابقا وزارة التربية والمعارف حتى عام 1974 بعد الحركة التصيحية التي قادها القائد المؤسس الرئيس حافظ الأسد طيب الله سراه وكما نعلم كان هناك نهضة كبيرة في كافة المجالات وخاصة في التعليم العام والتعليم العالي عموديا وشاقوليا في الكتب وفي المباني فاسمه أصبحت المؤسسة العامة للمطبعات والكتب المدرسية في عام 1992 صدر مرسوم تنظيمة كذلك بتطوير عمل أعالية العمل وفي 2008 صدر كذلك تسميته وتغيرت إلى المؤسسة العامة للطباعة بتوسع عمل المؤسسة وبالتالي في هذه النظرة والعجال البسيطة عن عراقة هذه المؤسسة فالعمل يكون وفق أسس موضوعة ومدروسة وضمن روائز محددة المديريات وفروع المؤسسة في المحافظات تقوم بعملها وكذلك يتم دراسة أعمال فروع المؤسسة ومديريات التربية في لجنة مركزية من المؤسسة والمديريات المختصة في وزارة التربية يعني اليوم في واقع راهن عم نعيشه بسوريا في أزمة هذا الشيء بيخلي أنه ربما بعض العوائق تمر فيه المؤسسة العامة لتباعة الكتب المدرسية منها توزيع الكتب المدرسية على المدارس نحكي عن آلية توزيع الكتب على المدارس يعني خاصة بظل الظروف الراهنة اللي عم نمر فيها وعم تشهد البلاد ربما هناك بعض المناطق ربما تكون في صعوبة للوصول إلى ما هي أيضا كيف يتم تحديد هذه الطرق وآلية توزيع الكتب المدرسية وما هي الوسائل لتحديد هذه الطرق أيضا طبعا الاستهداف الممنهج من قبل العصابات التكفيرية كان منذ البداية استهدفوا مطابع المؤسسة استهدفوا الكوادر البشرية استهدفوا أسطول المؤسسة وبالتالي في ظل استهداف ممنهج لكافة نواحي الحياة ومنها الكتاب المدرسي والعملية التربوية وبالتالي كان لدينا كثير من البدائل مثلا في المحافظات الشرقية في ظل انقطاع الطرقات لدينا وسائل بنقلة عن طريق الأسطول الجوي كذلك في بعض المحافظات مثلا دير الزور حتى جوان المطارات والوصول إليها صعب جدا جدا يعني تم نقل الكتب عن طريق المظلات يعني لا تتصورين إذن أهمية الكتاب المدرسي وأهمية وصوله إلى أبنائنا الطلبة إذن الكتاب المدرسي مع الغذاء كان يتم قصفه عن طريق المظلات إضافة لذلك عندما نضع الخطة ونقوم بالتوزيع أول الخطة نقوم بتوزيع الكتاب على المناطق الساخنة لأن مثلا محافظة حلب محافظة الحسكي المحافظات الساخنة أولا نقوم بالتوزيع لأن هذه المحافظات تكون هناك حوائق كثيرة وانقطاع للطرقات واستهدافات أحيانا يكون هناك فترة طويلة لا نستطيع إرسال الشاحنات وبالتالي عندما نقوم بإرسال الكتب على المناطق الساخنة فالمناطق الآمنة لدينا سهولة لأن اليوم يكون 10 ساعات و12 ساعة وليل نهار نقوم بإرسال الكتب المدعسية إضافة لذلك لدينا مستودعات المستودعات المركزية استهدفت وبالتالي تم استعجار من مؤسسات العامة في اللازقية مستودعات كبيرة جدا نقوم بالتوزيع على المناطق على إدلب واللازقية وترطوس وحماه والمناطق القريبة منها عندما يكون كذلك استهداف للمستودعات الفرعية نقوم بتأمين مستودعات بديلة إذن أي عقبي لدينا حلول مباشرة لأن كما تعلمين ويعلم المشاهد بأن المدارس موجودة في كل المحافظات والمباني موجودة في كل مكان والتعاون وسيق بيننا ومديريات التربية لأن عملنا متكامل وبالتالي عندما يكون هناك أي مشكلة الحل موجود وخاصة نحن في العام السابق فالحلول أصبحت سهلة وخاصة في ظل الإنجازات جيشنا الباسل يعني المناطق أصبحت والعمل أصبح أسهل من الأعوام السابقة في عام 12 و13 كان هناك صعوبة كبيرة جدا جدا أما الآن فأولا اعتدنا وأصبحت المشكلات وراء ظهورنا لأن الحلول موجودة ونحن نعمل ليل نهار في سبيل إيصال الكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبي يعني الله يعطيكنا العافية مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ زهير يعني الكتاب المدرسي لا يقل أبدا أهمية عن الغذاء خاصة في ظل الإرهاب الممنهج اللي عم يتم استهداف بلدنا الحبيب من قبل بعض المجموعات المسلحة خلينا نفوت بشيء من التفاصيل عن بعض الصعوبات اللي ممكن تعرض طولها خلال هاي سنوات الأزمة في ظل التطوير المستمر للمناهج الدراسية كيف تستطيعون التوفيق بين تأمين الكتاب المدرسي وأيضا بالوقت وتستطيعون التوفيق بين تأمين الكتاب المدرسي وأن يصل بوقته قبل بداية العام الدراسي وفي حال مثلا تأخر مركز تطوير المنهج بدفع الكتاب المدرسي إلى المؤسسة كيف تستطيعون التوفيق بينها يعني دخلتي لحضرتك مجموعة أسئلة بسؤال يعني فسأبدأ من حيث بدأتي طبعا العقبات كبيرة جدا جدا منها تأمين المواد الأولية لأنها مواد مستوردة القطعة التبديلية المواد كلها محظورة يعني كما حضر المأكل والمشرب والمواد الغذائية فكذلك أي شيء يتعلق بعقل الإنسان السوري فجور لكن هناك حلول ونسعى دائما لإيجاد الحلول المناسبة وأوجدناها من خلال تجارب السنوات الماضية طبعا الحرب الكونية على سوريا من أهم أهدافها إيقاف عجلة الحياة وإيقاف التطوير وإعادة إنساننا السوري الذي عمره أكثر من سبعة حضارته أكثر من سبعة آلاف عام إلى البدائي لكن التطور مازال مستمر وتطور المناهج لم يتوقف أبدا أبدا طبعا عندما يكون هناك تطوير تطوير مستمر وكان في السنوات الماضية وهذا العام أكثر هناك خطوات خطوات كبيرة في تطوير المناهج الدراسية أول خطوة أن هناك كتب متعددة سيتم وصفوف هي جديدة وتلغي الطبعات السابقة كذلك هناك مواد جديدة أدخلت إلى الخطة الدرسية لم تكن موجودة وهذا الأمر هذا أمر كبير جدا جدا في في ظل التكاليف الكبير وفي ظل الظروف الراهنة لكن الجهات الوصائية الجهات الوصائية يعني اهتمام كبير بالتربية وبتنمية المهارات ومواكبة التطور العلمي طبعا عندما نقول بأن هناك قولا واحدا الكتب التي تؤلف يتم تأليفة للمرة الأولى ستدفع في وقت متأخر قليلا عن الكتب الأولى لكن ما هي الخطة والبداء التي قمنا بها بإداية عملنا في وزارة التربية هو عمل متكامل مع بين المؤسسة العامة للطباعة ومديريات التربية ووزارة التربية وهي ونحن نعمل ضمن فريق متكامل وكافة التفصيلات التي تتم في الوزارة يتم الاطلاع عليها يعني على سبيل المثال أنا أي مشكلة كل ما هو موجود وأكون مطلع عليه ومن السيد الوزير ومن المديريات المختصة في وزارة التربية ما هي الحلوة كيف سنستطيع هذا العام أن نقوم بطباعة الكتب الجديدة قبل بداية العام الدراسي وهي كتب كثيرة وبالملايين أولا عندما نقوم بطباعة الخطة الطباعية نقوم بطباعة الكتب الشهادات بالأولوية بالأولوية الصف التاسع الصف التاسع تعليم الأساسي والثالث السانوي بفرعيه العلمي والأدبي وهذا العام يوجد في الصف في الصف التاسع كتب الرياضيات هي كتب جديدي وتلغي ومتطورة جدا جدا إضافة إلى كتب اللغة العربية في الصف الثالث السانوي بفرعيه العلمي والأدبي الآن دفعت هذه الكتب وهي شبه منجزي كما كنا نعد أبنائنا الطلبي بأن الكتب ستكون قبل واحد ستي من أجل الدورات الصيفية هذا العام ستكون قبل خمسة عشر خمسة موجودة في فروع ومنافس بيع المؤسسة العامة للطباعة هذا العام بالنسبة للخطة الطباعية لدينا فصلين الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني كنا في السنوات السابقة نقوم بطباعة الفصل الدراسي الثاني من الصف بعد توزيع كتب الفصل الدراسي الأول يعني نبقى لخمسة عشر واحد من العام الجديد العام الماضي طبعا الكتب الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني مع بعضون يعني كنا خمسة عشر اثماني طبعين الخطة الطباعية كاملة للعام كله وبالتالي بدأنا بالخطة الطباعية لعام 2017 2018 كما تلاحظين هذه النماذج من هذه الكتب بدأنا بواحد عشرة 2016 و16 لحتى تكون هذه الكتب كافة الكتب المستقرة وبأعداد بالمئات طبعات والآن يعني اللمسات الأخيرة لكافة الكتب إذن أصبحت متفرغ لطباعة الكتب الجديد وستكون كما وعدنا في الأعوام الماضي هذا العام ستكون بين أيدي أبنائنا الطلب سواء الكتب التي الموجودة التي ألفت وهي كخطة موجودة في الخطة الدرسية جديدة إضافة للكتب التي تطبع ويوجد فيها تطوير لمراحل ومتعدد يعني أنتوا بهي الطريقة نظمتوا العمل بشكل أنه الكتاب المدرسي للعام الدراسي الكامل سواء كان فصل أول أو فصل ثاني تم طباع والانتهاء من طباعته في حال ورود كتب جديدة لمناهج ومواد جديدة أنتوا متفرغين لطباعة بدأنا يعني كنا كان سابقا نبدأ بطباعة 2017 مثلا 2018 بواحد واحد أو واحد 2017 ومراه אفه نحن بدأنا نحن بدأنا هذا العام بطباعة الكتب المستقرة ودفعت من الوزارة بدأنا في واحد عشر 2016 إذن نحن أصبح بدأنا بالخطة الطباعية الطباعية منذ منذ خمسة أشهر وبالتالي هذا جهد كبير ونحن نعمل ليلة نهار المطابع تعمل ليلة نهار كوادرنا تعمل ليلة نهار ونقوم بالتوزيع كذلك على مدار الأسبوع طيب يعني أكيد في عدد من الصعوبات في عدد من العراقيل ربما واجهتوها بخلال عملكم بمؤسسة العامة لاتباعة الكتب المدرسية في ظل الظروف الراهنة اللي عم تعيش بلدنا كيف قدرتوا تتخطوا هاي العراقيل شو هي البدائل اللي اعتبتوا عليها لحتى تقدروا تتجاوزوا هاي الصعوبات ممكن نحكي عن هذا الموضوع بشكل مختصر الأولا المواد الأولية الاستهدافات الممنهجة لأسطولنا المطابع المطابع تم إيجاد بدائل مطابع جديد وتم تطوير مطابع وللعلم نحن نقوم بطباعة كافة خطتنا الطباعية في المطابع العامة لا نطبع سوى في المطابع العامة كافة الخطة الطباعية هناك أكثر من 11 مطابعة طبعا هناك تفاوض بين مطابعة وأخل الانتاجية يعني حسب عدد الآلات وغيرها كذلك تأمين المواد الأولية كان بالتنسيق مع الجهات الوصائية يعني هذا العام كذلك كان هناك مشكلة في تأمين المواد الأولية تم ساعدنا السيد رئيس مجلس الزراء تم رفع مذكرة والسيد وزير التربية عرض الموضوع وتم الاتفاق وتم حل الموضوع والأمور الحمد لله جيد جدا إضافة لذلك تأمين المستودعات البديلة وغيرها لكن على الرغم من ظروف الصعبة هناك انفراجات هناك دوما بداء الموجودة نعم البداء الموجودة والانفراجات بسبب تقدم قواتنا المسلحة في الميدان وفي أماكن كثيرة جدا جدا بالإضافة العمل 24 ساعة كما قلت المطابع 24 ساعة التوزيع الكوادر موجودة بشكل كامل ومستنفرة وبالتالي لا نألو جهدا بأي فرصة بأي عمل إلا ونستفيد منه يعني الاستفادة من الوقت هو عنصر أساسي ومهم والعمل ضمن فريق عمل واحد سواء كوزارة كأميلة سواء كوادر المؤسسي مع الوزارة ومديريات وفروع المؤسسي طبعا هالعمل هذا كما يعلم الجميع هذا الكتاب هو عقل وزارة التربية وهو ركن أساسي من العملية التربوية وبالتالي تأمين المدرسين وتأمين البنية التحتية من بناء والكتاب المدرسي ولذلك هذا يكون هاجس وهاجس في صارة التربية يعني وبحب يقول أنه يوميا على مستوى السيد الوزير يكون هناك تواصل يأما السيد الوزير يستفسر يسأل حتى عن الكتب الكتب الجديدي ماذا أرسل المركز الوطني لتطوير المناهج ماذا 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 نحن كذلك نقدر ذلك ولذلك عملنا باكرا من أجل أن نعطي المركز الوطني الوقت الكافي لأن الكتاب عندما يصدر بحلي متكاملي وجيدي يريحنا في المستقبل يعني تكون التصويبات بسيطة والهنات قليلة جدا جدا وهذا ما يقوم به المركز الوطني لتطوير المناهج يعني ذكرت عدد بين النقاط ربما هي لها أولوية وأساس بالنسبة لخطة تباعة الكتاب المدرسي خلينا نرجع نذكر فيها هل ثمت هناك أولوية في تباعة الكتاب المدرسي وهل ثمت أيضا هناك أولوية بالنسبة لتوزيع الكتب المدرسية طبعا الأولوية الأولى للشهادات نقوم بطباعة الصف التاسع الآن بحدود 99% من كتب الصف التاسع جاهزة الثالث سنوي العلمي والأدبي كتب اللغة العربية التي هي جديدة جديدة 100% وتلغي الطبعات السابقة الآن في طور الطباعة 10-15 يوم يعني نحن أنجزنا يعني الكتب الشهادات وكذلك نقوم بطباعة الكتب الأخرى هناك كذلك مثلا في كتب كذلك جديدة في مختلف المراحل يعني التطوير يحيانا يكون على أربع صفوف لكن هناك صفوف أخرى التطور والتطوير فيها مستمر يعني عجلة التطور في المناهج الدراسية ومواكبتها للتطورات وفي العالم وفي الدول المحيطة لم تنقطع أبدا مستمرة كذلك كما قلت التوزيع يكون على المناطق الساخنة ويوميا لدينا خطة يعني مثلا يوميا نعلم بكل مطبعة ما انتاجيتها نعطي كل مطبعة زمن محدد لكل كتاب مدرسي وبالتالي عندما توضع الخطط الصحيحة والمتابعة الصحيحة والمتابعة على تنفيذ الكتاب المدرسي وفق ما أرسل وفق ما دفع من المؤسسي إلى المطابع وخاصة هناك تطور كبير والطباعة أصبحت صناعة ولذلك تكون بمراحل متعددة سواء ما كان ما قبل الطباعة وما بعد الطباعة وأثناء حزم الكتب وتغليفة ووضع فيهم أماكن مناسبة وملائمة والسيارات التي تقوم بنقل هذه الكتب إلى المدارس بحيث تصل إلى المدارس بشكل أنيق وجيد وكما تلاحظين يعني كتب بجودة عالية وخاصة بأن الرسومات الموجودة هي جزء أساسي من المضمون العلمي للكتاب المدرسي وقياس الكتاب المدرسي هو من القياس كباقي الدول وليس كما كان سابقا أبيض وأسود كالتصوير وزو قياس صغير بحيث يأخذ التجليد قسم كبير منه وغير واضح أما الآن فالكتاب المدرسي كتاب مضمونه جيد جدا وشكله وطبعته كذلك وهو شيق للطالب ولأبنائنا بمختلف المراحل الدراسية أستاذ زهير أثناء الأعداد لحلقة اليوم من برنامج الموشور يعني وردتنا إلى البرنامج العديد من الشكاوى من القبل المواطنين على ارتفاع أسعار الكتب المدرسية هل ثمت زيادة بأسعار الكتب المدرسية هذا العام أيضا؟ أولا كما يعلم الجميع الارتفاعات كبيرة جدا بالنسبة للمواد الأولية والطباعة كنا سابقا يتم شراء طون الورق بحدود خمسين ألف ليرة سورية الآن سمن طون الورق ستمائة ألف ليرة سورية على الرغم من ذلك منذ سلاسة سنوات لم يتم رفع أسعار الكتب المدرسية وهذا العام لن يتم رفع أسعار الكتب المدرسية وهي بأقل من التكلفة بكثير 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 الجميع الذين لديهم طلاب يقومون بشراء مواعين ورق في الجامعات أو غيرها أو للكتابة أو للاستخدامات الشخصية يعرفون بأن الكتاب المدرسي يعني نقل الكتاب المدرسي والكلفة الإضافية لا تساوي نصف سمن الكتاب المدرسي ولذلك يعتبر الكتاب المدرسي الآن سعره سعر رمزي جدا جدا أيضا وردتنا العديد من الشكاوى أستاذ زهير من أولياء الأمور على وجود كتب مدرسية بحالة سيئة يعني بحالة كتب مدرسية قديمة وبحالة سيئة ربما تكون هناك بعض التصويبات أو بعض الأخطاء يعني ما هي خطتكم لتلافي هذا الأمر؟ أولا بالنسبة للكتاب المدرسي من الصف الأول إلى الصف التاسع للصف الأول إلى الصف الثالث يوزع بأعداد الطلاب لأن الطالب يكون في بداية مرحلته التعليمية وبداية دراسية وحفاظه على الكتاب المدرسي وطريق دراسته وكتابته يعني كمن يحبو كالطفل الذي يحبو وبالتالي الكتب توزع لمرة واحدة نحن لا نقوم بتوزيع كتب قديمة لكن وحتى الآن على الرغم من الصعوبات الكبيرة جدا جدا وعلى الرغم من الإرهاب وقلة التعدي على الموارد على المكامن الموارد الاقتصادية في بلدنا حتى الآن لا يوجد أي تقشف في الكتاب المدرسي فما كان الدعم الذي كان يدعم فيه الكتاب المدرسي ما قبل الأزم بقي كما هو وبالتالي الكتاب المدرسي من الصف الأول إلى الصف الثالث يكون كتاب جديد يوزع لطال العام القادم كتاب جديد وتتلف الكتب القديمي لكن من الصف الرابع إلى الصف إلى آخر مرحلة التعليم الأساسي هذا أمر تربوي منذ عشرات السنين ومنذ من ثلاثين أربعين كلنا درسنا الكتاب المدرسي لأن الطالب يجب أن يحافظ على الكتاب المدرسي وهذا حضاري والطالب المرتب في مدرسته فهو في منزله كذلك وبالتالي الكتاب المدرسي من الصف الرابع إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي يوزع لعام آخر لكن أنا أحب لأولياء الأمور ولأبنائنا الطلبي يجب أن يكون الكتاب بحال جيدة نحن نقوم بطباعة كتب حسب نسبة التلف الموجودة للكتب التالفي وبالتالي يجب أن لا يستلب كتاب غير صالح أو غير جاهز أو فيه أي مشكلة طبعا ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ نعم لكن يشتكي من أولاء الأمور بيقروا الكتب قديمة وبحالة سيئة طبعا المريض ما قبل المرض ما هو يعني الأمور العلاجية العلاج يكون أفضل قبل المرض من وقوعه وبالتالي صدرت تعليمات من السيد وزير التربية بلجنة وبإشراف مدراء التربية وفروع المؤسسة العامة للطباعة بالإشراف المباشر ومحاسبة المقصرين هذا العام قامت هذه اللجان بشكل مباشر وقمنا بجولات ميدانية ستكون بإذن الله نسبة الكتب التالفي والكتب الجيدي ستكون نسبي أفضل من كل الأعوام السابقة وبالتالي لكن بكافة الأحوال كما قلت يجب أن يكون الكتاب جيد وصالح للدراسة إذا نحكي عن إلزامية ومجانية التعليم في ظل إلزامية ومجانية التعليم هل ما زال الدعم للعملية التربوية مستمر وما هي التكلفة الحقيقية لهذا الدعم في العملية التربوية على الرغم من الظروف الراهنة التي يعلمها الجميع كما قلت بأنه لا يوجد أي تقشف في كانت تقدم إلى العملية التربوية لأبنائنا الطلبة وتم حجبة وبالتالي إلزامية ومجانية التعليم من الصف من الحلقة الأولى والحلقة الثانية ما زالت الكتب المدرسية مجانا تسلم لأبنائنا الطلبة ومن المرحلة الثانوية كما قلت نقوم التسعرة والتعرف التي توضع هي أقل من الكلفة 100% يعني الكلفة أكثر بذلك بكثير كتب التعليم المهني والتقنة كون الكميات قليلة يعني هذا الكتاب 530 ليرة سورية تكلفته على المؤسسة 1500 ليرة سورية إذن كتب التعليم المهني تباع بشكل رمزي والدولي تدعم كتب التعليم المهني وتدعم كتب التعليم العام والحلقة الأولى والحلقة الثانية تقدم مجانا لكافة أبنائنا الطلبة في المدارس الحكومية الطباعة كما هو معروف في المرحلة الأخيرة بإنجاز الكتاب المدرسي هناك أيضا أكيد في مراحل سابقة لهذه المرحلة أين تتم الطباعة؟ ما هي الألية التي على أساسها بيتم الإشراف على جودة الكتاب؟ ممكن تعطينا فكرة عن هذه المرحلة التي عادة تكون قبل مرحلة الطباعة وأهمية هذه المرحلة لحتى يوصل الكتاب المدرسي بشكله المرتب إلى يد الطالب الدراسي أولا بالنسبة لكما قلت الطباعة الآن هي صناعة وبالتالي يتم استلام المعلومة من الوزارة من مركز تطوير المناهج على سيدي لكن هناك مرحلة قبل الطباعة مرحلة تحضير الطباعة بحيث البعض يظن بأن الكتاب يطبع ويكتب كما نريد لا هناك معايير وطنية لطباعة هناك معايير وطنية لتأليف الكتاب المدرسي ضمن شروط محددة وهناك معايير وطنية لكتابة وطباعة الكتاب المدرسي ما قبل الطباعة وما بعد مرحلة التحضير الطباعة تكون بالنسبة للكتابات ضمن قياسات محددة بالنسبة للرسوم كذلك تكون محددة تكون تخدم المضمون العلمي للكتاب المدرسي وهناك مختصين في المؤسسة العامة للطباعة تم تقديم واتباعة متعددة في مجال التحضير الطباعة وفي مجالات الطباعة ولدينا تجهيزات متطورة في المؤسسة لمرحلة ما قبل التحضير الطباعة وبالتالي يتم تسليم السيدي إلى المطابع يكون بحلته يجب طباعته كما يتم إخراجه وكما تكون الرسومات وكما هو الخط وكما هو المضمون الصور تخدم المضمون العلمي للكتاب بعد دفع الكتب المدرسي إلى المطابع لدينا مديري المتابع الميداني لدينا مهندسين وفنيين في كل مطبعة من هذه المطابع كل ملزم من الملازم عندما تطبع يتم الاطلاع عليها والتوقيع وإعطاء الأمر باستكمال بقية الملازم الأخرى وحتى التحزيم يتم بإشرافنا والتحميل والوصول إلى المستودعات كافة المراحل التي يتم إنجازها منذ بداية التحضير الطباعي واستلامنا المضمون العلمي للكتاب إلى مرحلة تسليم الكتب المدرسية إلى إدارات المدارس في كافة أنحاء القطر العربي السوري يعني مثل ما ذكرت أستاذ زهير الكتاب المدرسي بالنهاية ليصد بإيد الطالب هو النتاج يعني عمل متكامل وتعب وجهد خلينا نحكي عن ألية التنصيق وتعاون بداية وأولا مع الوزارة وثانية مع الجهات الأخرى المعنية بموضوع اعتباعة الكتاب المدرسية أيضا طبعا كما قلت هناك تكامل بين المؤسسي ووزارة التربية وعلى رأس السيد الوزير يعني أنا أحيانا نحن نعمل ليلة نهار أحيانا هناك يكون استهداف لأحد مقراتنا أو كوادر أو كذا طبعا هذا يعني نحن لدينا غرفة عمليات فيها يتم إعلامنا بكافة ما يجري يعني الكتب يتم توزيعها والسيارات الشاحنة لكافة المحافظات ليلة نهار لا تقف بالنسبة لكذلك مستودعاتنا الاستراتيجية لا الطباعة يعني أحيانا طبعا عندما يكون هناك أي مشكلة يعني طبعا أنا إنسان وخاصة بأننا نعمل ونعرف ماذا نعمل وقيمة ما نقوم به قيمته المعنوية وقيمته المادية يعني أحيانا أنا تكون هناك مشكلة أتصل مع السيد الوزير الساعة الخامسة صباحا ومرات عديدة يعني يرد علي بكل رحابة صدر وأنا أكون يعني متضايق جدا جدا يخفف عني لأنه يعرف بأننا نقوم بكل ما نستطيع من جهد وعمل إضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية بوزارة التربية وكما قلت نحن توأم حقيقي مع فروعنا مع مديريات التربية فلولا الطلاب نحن لسنا موجودين فالكتاب يجب أن يكون هناك طلاب وبالتالي كل تجمع مدرسي يوجد في مستودعات والكوادر تعمل وبلجان مختصة طبعا الجهات الوصائية لدينا مشكلات تأمين المواد الأولية تأمين القطع الأجنبي أحيانا تأمين يعني لدينا هموم أحيانا تصدر تعليمات هذه التعليمات تعرقل يعني هي سليمي وصحيحة لكن تكون لجهات معينة يعني صرف أو تقيد بالنسبة للآليات أو غيرها جهات معينة لا تتأثر أما نحن عملنا يكون أساسي وهام وبالتالي الجهات الوصائية يتم كذلك السيد الرئيس المززراء يعني مباشرة المذكرات والمذكرات التي يقوم بها السيد وزير التربية يقوم بتلبيتنا وحل مشاكلنا وكما قلت كما بالنسبة لتأمين المواد الأولية أخيرا يعني كان هناك مشكلة تم حلة بيسر حتى نرجع نذكر الشائل سادة المشاهدين أيضا بحلقة اليوم من برنامج الموشور على الإخبارية السورية من هذا المنبر السيد زهير هل سيكون الكتاب المدرسي منجز ومسلم وموزع بوقته ببداية العام الدراسي أو ما قبله ويكون في متناول اليد يعني مع الحفاظ على خصوصية تغيير وتطوير المناهج العام القادم ذكرت خلال الحلقة بأنه هو رح يكون في التزام ومثل كل عام يعني بتوزيع الكتب بوقته المحدد نرجع نذكر بهذه التفصيلة لو سمحت يعني إذا كان سيد الوطن على الرغم من مشاغله وعلى الرغم من الظروف الراهني جل اهتمامه بالكتاب المدرسي وبالتالي فالكتاب المدرسي بأيد أميني والكتاب المدرسي كما كان في الأعوام السابقة سيكون بأيدي أبنائنا الطلبة قبل بداية العام الدراسي سواء كانت الكتب جديدة أم الكتب التي لا تلغي لا تلغي وهي كالأعوام السابقة يعني غير جديدة يوجد فيها قليل من التصيبات البسيطة يعني هي لا تلغي وبالتالي فقط المطلوب من أبنائنا الطلبة وزويهم الاهتمام ثم الاهتمام بالكتاب المدرسي والدراسي لأن أطفال اليوم هم رجال المستقبل بخطام حلقتنا من برنامج الموشور إلى كل الشكر الأستاذ وهير سليمان المدير العام للمؤسسة العامة لتباعة الكتب المدرسية شكرا لوجودك معنا بحلقة اليوم من برنامج الموشور شكرا لكم وإن شاء الله اللقاء القادم بعد مطلع العام الدراسي نؤكد ما قلنا ونحن ملتزمين به كما كنا نلتقي مع هذه القناة الوطنية المحترمية يعطيك ألف عافية أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين بخطام حلقتنا اليوم من برنامج الموشور لكم مني كل الشكر ومن فريق الأعداد أيضاً أنتم مساءًا كعب معكم أي سؤر فلي ترجمة نانسي قنقر